اشتركوا في القناة تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط مشيرا المجلس بأن إعلان تأييد السلام سيصب نحو تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق واستمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال الحزمة المالية والاقتصادية لتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا كوفيا 19 على المواطنين والاقتصاد الوطني ودعما للجهود الوطنية وفي إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية قررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020 بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك في سياق المتصل فقد وجه مجلس الوزراء مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القرود للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملأن أملأنتها المالية من جانب آخر فقد أهاب المجلس بالمواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارشدات الفريق الوطني الطبي بالحد من الاختلاط وتجنب التجمعات مؤكدا دورة وإسهامات الجميع في خفض معدلات انتشار فيروس كورونا كوفيا 19 عبر تكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشاره والتصدي له أن على المواطن والمقيم دعم هذه الجهود بالالتزام بإجراءات وارشدات الفريق الوطني الطبي وعدم التهاون فيها من واقع المسؤولية المجتمعية لخفض معدلات الانتشار بعدها أعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق في ضحايا الفيضانات التي اشتاحت عددا من الولايات وأكد تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيق ووقوفها معها في هذا الحدث مشيدا المجلس بتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح فضه الله رعا والتي تم على أثرها إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة اليوم إلى جمهورية السودان الشقيقة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزر عقب اجتماعي مجلس الوزراء والذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الحالي والصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وتتمثل أهم التعديلات في إدخال مزايا جديدة تمنح أو تمنح مزيدا من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية واستحداث الشركات غير الهادفة للربح واستحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تطوير وتحسين التنظيم الإداري لعمل الشركات وتيسير الإجراءات لمواكبة التطورات العالمية ثانيا بناء على ما أرسته المحكمة الدستورية من مبادئ قانونية للعمل البرلماني من خلال حكمها بعدم دستورية تمديد فترة لجان التحقيق البرلمانية لأكثر من أربعة أشهر فقد تدارس مجلس الوزراء الأثر المترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية والمشار إليه أعلى وذلك من خلال مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة وكلفت اللجنة المذكورة بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لاختار الجهات المعنية والتنسيق معها لأعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بسقوط أعمال لجان التحقيق القائمة المشكلة في مجلس النواب والتي جاوزت مدتها أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق ولم تقدم نتيجة خلال المدة المذكورة ثالثا بحث مجلس الوزراء خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة والتي عدها المجلس الأعلى للبيئة وعرضها سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وتشمل الخطة طرق التحكم في الانسكابات البحرية الزيتية والنفطية وآلية تفعيلها بعد تحديد مستوى تلك الانسكابات وتوظيف الآليات والخبرات البشرية لهذا الغرض بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال مكافحة الانسكابات النفطية وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على الخطة إلى حين الوقوف على أي ملاحظات إن وجدت بشأنها من وزارتي الداخلية والنفط رابعا وافق مجلس الوزراء على اقتراحا برغبة لصرف مكافأة العاملين في مراكز تحفيظ القرآن وقرر المجلس صرفها في ضوء تنظيم الدراسة عن بعد وذلك في عدد من مراكز تحفيظ القرآن والتابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خامسا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لإعطاء الأولوية للمزارعين البحرنيين في هورة عالي نظرا لتحققه من خلال إبرام عقود انتفاع مع 19 مزارعا بحرينيا للاستفادة من الأراضي الزراعية في هورة عالي سادسا وافق مجلس الوزراء على عدد من الاقتراحات برغبة نفذتها الحكومة جميعا في وقت تقديمها من خلال ما اتخذته من إجراءات وتتعلق تلك الرغبات بتأجيل الأقصاط الإسكانية ورواتب البحرينيين في القطاع الخاص وتطبيق العمل عن بعد ودعم العاملين في المهان الحرة وغيرها في بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علما بنتائج الاجتماع الأول رفيع المستوى والذي وجهت الدعوة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإطلاق مجلس تيسير مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19 مبادرة تسريع الإتاحة والذي أناب سموه سعادة وزير الصحة للمشاركة فيه والذي عقد يوم الخميس الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر